وإحنا الشيء بشيء يذكر إحنا تقريباً بنستهلك سنوياً ما يقرب من 23 مليون طن من الأقماح إحنا أكبر دولة مستوردة للأقماح في العالم يعني 45% تقريباً إنتاج محلي و 55% مستورد من الخارج بس الرغيف الخبز ده شيء مهم جداً 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 للمواطن هي أهم سلعة استراتيجية موجودة في الدولة المصرية شغلنا اسمه لقبة العيش وعلى لقمة العيش بقى فيه أمثال كثيرة جداً بتستخدم لقمة العيش مش كده فأساس الوزارة هو أساس اقتصادي إن هي واحد بتأمن احتياجات البلاد عشان كل الناس يبقى عندها السلعة الاستراتيجية موجودة تكوين احتياطي آمن وإهتاحة هذه السلعة على مستوى الجمهورية يعني ما عندكش سلعة موجودة في القاهرة ومش موجودة مثلاً في أسيوط إنما السلعة كلها موجودة على مستوى الجمهورية هناك أربعين ألف منفذ حكومي يقوم بإتاحة هذه السلعة للمواطن سواء المواطن تحت مظلة الدعم أو المواطن خارج مظلة الدعم عندك ما يقرب من 32 ألف بقى التمويني ده بيصرف مستحقات التموين للمواطنين تحت مظلة الدعم صح عندك ما يقرب من 7000 منفذ لمشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية عندك 1400 منفذ للمجمعات الاستهلكية زي الأهرام والنيل والسكندرية مش عارف هتفتكر الحاجات دي زمان كمس بتوقف طابير عشان تاخد فرخة وتاخد كيس رز وكلام من هذا القبيل فالنهاردة إحنا بعند ناس ده في إتاح وحضرتك بتخش تشتري كما يحلو لك وكما ترى إليك ألمانيا حطت حطت كوتا حطت حد لمجموعة من الأصناف أو مجموعة من السلع فما كان لهذا أن يتم لولا أنك أنت عندك تنصيق مع القطاعات المختلفة في الدولة في تمويل هذه السلع هذه السلع تحتاج إلى تمويل كبير مش كده أنت بتكلم على مليارات أنا مش عايز بس أقول الرقم عشان الناس ما تخضش يعني في الدعم النهاردة في دعم السلع بنتكلم تقريبا على 36 مليار ودعم الخبز بيتعدى الـ 52 مليار ده سنويا فلك يعني أن تتصور سلاسل الإمداد وكفاءة سلاسل الإمداد في توفير هذه السلع سلاسل الإمداد عشان نفهم الناس عشان في ناس ممكن يعني إحنا ما كناش وضحنا لها الصورة بشكل جيد هتلاقي أن المنتج المنتج للسلع بيحتاج أنه هو يودي السلع إلى مخازن ومن المخازن إلى متاجر عشان الناس تقدر تتصوق من هذه المتاجر هذه الحركة بتسمى سلاسل الإمداد في حاجة اسمها مناطق لوجستية المناطق اللوجستية ده بتبقى موجودة ما بين المنتج والمخزن طب المنطقة دي بيحصل فيها المناطق اللوجستية بيحصل فيها فرز وتعبئة تنيع وزي الصوامع وزي المطاح زي مثلا هقول لحضرتك لما تروح مصنع سيارات كويس السيارة بتصنع في هذا المصنع ثم بتروح منطقة لوجستية بيتم بقى تركيب الأكساسوريز بتاعتك صح الحاجات الإيه الإضافات لهذه السيارة الإضافات في الطعام فرز وتعبئة وتغليف بنسميها منطقة لوجستية حتى في صناعة الدواء بيبقى عندك مناطق لوجستية فكل صناعة وكل قطاع بيبقى له المنطقة اللوجستية الخاصة به طيب وانس إن المنتج خرج من المنطقة اللوجستية بيروح بقى منتج نائي يبقى موجود في المخزن يبقى أنا عندي مصنع منطقة لوجستية مخزن ثم مطجر اللي الناس كلها بتروح تشتري من هذه المتاجر طلع بقى موضة جديدة سواء التجارة الإلكترونية مش كده فطلع بقى مسميات جديدة بدل المناطق اللوجستية سموها باللغة الإنجليزية fulfillment centers وبدل المتاجر سموها dark stores dark stores ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر